نحن نحتاج إلى التعاون فيما بيننا كمؤسسات إسلامية دينية علماء محققين وتعاون على البر والطقوى وأنا أعتقد بأنه أهم باب للتعاون هو من أجل إصلاح الدين أنا أعتقد بأنه هناك أيضا فقدان للثقة بسبب التباعد لو كان هناك تقارب هذا سيعزز الثقة مرة أخرى بين المذاهب وبين المدارس الإسلامية فإذن التعاون فيما بيننا والتحاور مع الآخر الآخر القرآني العلماني علينا أن نتحاور مع الآخر أن لا نسد باب الحوار مع الآخر الحوار هو منهج قرآني وأساسي وعلينا نحن دائما أن نفتح باب الحوارات مع المدارس الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما أمرنا القرآن الكريم فإذن الحوار مع الآخر والتعاون فيما بيننا